عارف يا احمد ليه القاهرامات اتبنت في عشرين سنة ليه بقى؟ عشان كل ما كانوا يحطوا حجر كانت الحكومة بتجبس عليهم وحشة؟ وحشة صحيح؟ وحشة وحشة خلاص خلاص وحشة اعزائل وشاهدين سؤال وجودي من الاسئلة الوجودية اللي احنا ممكن نتفرج عليها في حياتنا ونشوفها ليه الفراعنا كانوا موجودين على الجدران بتاعتهم كانوا عريانين؟ او بمعنى صح ما كانش عندهم هدوم شتوي اصلا خالص وكل الهدوم بتاعتهم كان لونها ابيض ما كانش فيه الوان تانية تقريبا غير حاجات بسيطة جدا وكان نبسوهم فقط كتان مش اي حاجة تانية كل الاسئلة دي عزيزي المشاهد موجودة في الحلقة دي اعمل سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو عملت خلاص؟ طب اوكي نبدأ نخش على الحلقة هاتوله لو جيت اتفرجت على جدران المعابد للفراعنا في اي مكان هتلاقيهم لابسين هدوم خفيفة وفي منهم كمان اللي هتلاقيها عرياني في الحين ان احنا دلوقتي في الشتاء بنرسل اسم البرد طب ايه السبب اللي ممكن يخلي الفراعنا كده؟ وحنا بقينا كده؟ حل عشان جهاز المناعة بتاعهم كان قوي جدا فقدروا يستحملوا اي حاجة؟ وحنا جهاز المناعة بتاعنا بدأ يضعف او ضعف بالفعل خلاص؟ او اتهالك؟ او محتاج ان هو اتكاهن؟ او حاجة تانية ان اجسامهم تكيفت في الوقت دا وقت بقيت خلاص؟ يعني انا اسف في اللفظ منحاسة؟ تعال اقولك الاول الفراعنا كانوا مقسمين السنة لتلت فصول مش اربعة زي ما احنا مقسمينه كل شهر فيهم كان اربع شهور مش تلت شهور زي ما احنا مقسمينه وكل فصل كانوا مسمينه اسمه فصل الفيضان وفصل الزراعة وفصل الحصاد في الوقت داوت كل السنة عموما كانت مائلة للحرارة والفراعنا ما كانوش بيهمده خالص يعني انت عندك فترة ان انت ممكن تقعد على مكتب ممكن تقعد في اي مكان وهو الراحة بتاعته البسيطة جدا كان ممكن يقعد تحت شجرة شغال كتير فعشان كده ما كانش بيهتم بحرارة جسمه ما كانش من الاخر بيهمد خالص وخبر تاني ان وقت خروجه بالليل كان ضئيل جدا وضعيف جدا اصلا ان هو كان بيخرج بالليل دا غير ان بيوت الفراعنا في الوقت دا كانت كلها مليانة فران المخابز وده كان بيساعد على تدفئة المكان اكتر خاصة ان كلهم بيحتاجوا الخبز وما فيش بيت فرعوني ما كانش فيه الفرن دا زي من قريب حياة الفلاحين برضو هتلاقي فيهم نفس المنظر ونفس الشكل دا بس للأسف الحاجات دي بدأت تنقرد المؤرخ حرودوت العظيم العظمة لله طبعا قال ان هو من المحرمات ان هما كانوا يلبسوا الجلد والصوف فكانوا يلبسوا الكتان بس عشان كده تلاقي ان لبسوهم دايما كان ابيض والأهم من كده ان لبسوهم كان ناصع البيض ونظيف جدا عشان النظافة دي في اعتقادهم بتقربهم للالهة اكتر وعلى الرغم الحضارة اللي انتو شايفينها اللي هي جات من عند الفراعنا لازم تعرفوا ان هما كانوا شاينين جدا في حياتهم ومتبهدلين بهدالة شديدة جدا في الزراعة والحصاد والحرب وده بيدل ان صنع الحضارة بيكون صعب ومترتب ما بيبقاش من يوم وليلة بتتبيني الحضارات لازم بتعب شديد وتعاون وعدم تحاون عشان كده الفراعنا كانوا عريانين مش عشان خاطر العربدة اما عريانين عشان خاطر مكانش عندهم وقت الاتفاهات اللي موجودة دلوقتي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا